مرحبا بكم من جديد إلى أبرز مستجدات الاقتصاد في العالم البداية بقطع المحروقات حيث انخفضت أسعار النفط بأكثر من ثلاث دولارات للبرميلة الجمعة وتتجه لتسجيل تراجع للأسبوع الثاني بفعل القلق إزاء محف طلب في الصين ورفع معدلة الفائدة في الولايات المتحدة وترجع خام برانت بثلاثة فاصلة سبعة عشر دولار بنسبة ثلاثة فاصلة خمسة في المئة إلى ثمانية وستين فاصلة واحد وستين دولار للبرميلة بعد أن لمس أدنى مستويته منذ نهاية سبتمبر عند خمسة وثمانين فاصلة ثمانين دولار كما هبط أو ترجع خام غرب تكساس الأمريكي بواقع ثلاثة فاصلة سبعة وستين دولار إلى ثمانية وسبعين دولار للبرميلة ويتجه خاما القياس لتكبود ثاني خسائر أسبوعية فيما يستعد خامبرانت لتسجيل انخفاض بأكثر من 9% وبحسب استطلاع أجنبي من المتوقع أن يرفع مجلس الفيدرالي معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقرر يومي الثالث عشر والرابع عشر من ديسمبر المقبل بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس هذا وستعقد مجموعة أوبك بلاس اجتماعا في الرابع من ديسمبر إلى اليابان أين ارتفعت أسعار المستهلكين في البلاد إلى مجتوى غير مسبوق منذ أربعة عقود على خلفية انخفاض سعر سرفليا مقابل الدولار ما أدى إلى زيادة تكلفة الواردات وزيادة كبيرة في أسعار الطاقة وبلغ معدل التضخم في اليابان 3.6% في أكتوبر خلال عام واحد حسب بيانات نشرت الجمعة وإذا تم استثناء أسعار الطاقة فإن معدل التضخم سيبلغ 2.5% في البلاد رغم ذلك يرى خبراء اقتصاد أن الارتفاع الأخير في اليان وتوجه أسعار الطاقة العالمية سيسمحان بترجع العجز التجاري لليابان في الفصل الرابع من هذا العام ويفترض أن ينخفض التضخم مطلع 2023 مع بدء تطبيق إجراءات من قبل حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لخفض فواتير الطاقة اليابانية بداية من السنة المقبلة في مؤشر مغير تماما مشاهدين خسر سهم نتفليكس نصف قيمته منذ بداية العام لتصل قيمة الشركة السوقية إلى حوالي 132 مليار دولار وكانت الشركة قد حققت أرباحا في الربع الثالث وإرادات فاقت التوقعات بشكل كبير وبالنسبة لعدد الاشتراكات أضافت حوالي مليونين ونصف مليون مشترك عالمي وكان موضوع عدد المشتركين قد برز بشكل كبير مع خسارتها عددا كبيرا منهم في فطرة سابقة من السنة بالإضافة إلى موضوع مشاركة كلمات المرور وأيضا الأشخاص الذين يقترضون الحسابات وكان سهم نتفليكس قد تعرض لهزة كبيرة مذ أن سجل قيمة سوقية عند حوالي 300 دولار وبعدها انهار السهم بشكل كبير خلال ثمانية أشهر حين وصلت قيمة الشركة السوقية إلى أقل من 80 مليار دولار في شهر أفريل من هذه السنة كانت هذه مشاهدين أبرز مستجدات الاقتصاد شكرا لكم إلى اللقاء